مرحب اخواني اليوم جاييني نشوف سيارة كثير مميزة احنا اليوم ببرلين سيارتنا كهربائية بالكامل الفيسكر اوشن خليكم معنا بعد انقطاع عدة سنوات من اصدار فيسكر كارما ترجع لنا الشركة فيسكر من قيادة المصمم الكبير هنريك فيسكر اللي ما بعرف السيد فيسكر خام بتصميم عدة ايقونات بعالم السيارات مثل البي ام دابليو الزيد ثمانية والاستون مارتن في انتج واليوم يضيف للتاريخ الحافل سيارة جديدة اللي هي الفيسكر اوشن تعتمد اوشن على فلسفة المحافظ على البيئة فهي سيارة كهربائية بالكامل وتعتمد على اعادة التصنيع يعني استخدموا المواد مثل المواد الداخلية اجزاء مصنوعة من الملابس القديمة والعجلات من الياف الكربون المعاد تصنيعه طبعا بنلاحظ بالتصميم سقفها منخفض نسبيا مع قاعدة عجلات عريضة طبعا هاي بتعزز الثبات على الطريق الشكل الانسيابي اللي صار مألوف بهاي الايام لتخفيف مقاومة الهواء يعطي السيارة شكلا رياضي طبعا بالنسبة للشاشة الوسطية منلاحظ انها بتتغير من الشكل العمودي للشكل الافقي وبالعكس لكن هاي العملية بتتم فقط والسيارة واقفة ومن المتوقع ان يتم تصنيع هذه السيارة بثلاث تصنيفات او اضافات الفيسكر اوشن سبورت دفع امامي ومدى 440 كيلو متر بالشحنة الواحدة والفيسكر اوشن ألترا الدفع بالعجلات الاربع مع التحكم الالكتروني كاضافة لتوزيع القوة ومدى 610 كيلو متر بالشحنة واخيرا الفيسكر اوشن اكستريم ايضا دفع رباعي والتحكم الالكتروني بالجر لكل عجلة على حدة ومدى 630 كيلو متر بالشحنة موسيقى اما بالنسبة للاسعار فمن متوقع ان هتكون 41900 يورو في اوروبا غير شاملة الاضافات يعني اختيار الاضافات او الشحن او غيره من الرسوم موسيقى بنلاحظ بالداخلية استخدام قماش الالكانتارا الجميل وطبعا زمح كنالكو الكراسي من المواد المواد تصنيحها مع وجود ثقف البانوراما اللي هو عبارة خلايا شمسية وبنفس الوقت ثقف بانوراما يتحرك لنسبة تقريبا 50% من حجم الثقف الكامل وصار حوار بينه وبينهم سألناهم عدة اسئلة عن السيارة من يتحرك كل مقاربات يجب أن تكون مساعدت في المنزل نجمعها في المنزل ويبدأ في الوصف السنة أحياناً ويوجد في المقاربات ويوجد منزل المنزل ويوجد منزل المنزل ويوجد بعض الأشياء في التدريس التدريس في التدريس التي يكون مستخدمين في التواصل الوصول على الأسفل ونظرنا أن نظر أن نظر هذا المطلع في سرعة في حالة مرة أخرى لديهم مختلفة مثل بطريقة الأسفل ما يتوقع من هذا المطلع؟ الشخص الذي يرى هنا الشخص الذي تحثبه الكثير منه الفيديوات المستقبل الفيديو الأخرى الذي تحثبه من البقيد لقد أثبت عدد أخرى السفر الذي سيحيبه بالضبط على الماكسر أو المدينة المستقبل البلى من الناتب تصميم برائي هذا المشكل جيد من تقلق يحيط بشكل صغير جيدا لحظة ممتازة لكن ببعض انها لقاء عليها من الأولى يحيط بشكل صغير يحتوي على أجل وبالتصم يحيط البشكل بالامر في الروح ثم هناك تصميم بشكل صغير تتعرون هذا سمع همه عارل لأنه لا يكيفية سيارة تشترك لكن طلبة بأنه لا يمكنك تحنًا لديك أن تحنًا من الوزن في مكان لديك قبل حتى تحنًا على سمع من الأشياء اللي لاحظناها كاميرات المحيطية 360 درجة ورادار أمامي أتوقع أنه خاص بمنع التصادم وتحديد المسار والقيادة الآلية طبعاً هذا الإشياء مش رسمي لكن اللي لاحظناها بالسيارة من خبرتنا ورؤينا لبعض الموديلات الشبيهة من هاي الفئات أبعد السيارة بالطول 4.64 متر وعرضها 1.93 متر وارتفاعها 1.62 متر وبهيك نتوقع أنها راح تكون منافسة للموديل واي من تسلا يرمز شعار الشركة الخطين اللي هو وقلم المصمم ومصطرة المصمم واللون البرتقالي والأزرج لغروب الشمس على البحر اشتركوا في القناة اخواني اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس السلام عليكم